اشتركوا في القناة هذا وبدأت الدولة اليوم تسير 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة إلى أرض الوطن الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جدد الاتحاد الأوروبي إدانته ورفضه القاطع لحادث حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد وما أعقب ذلك من هجمات في العاصمة العراقية بغداد على المباني دبلوماسية تابعة للسويد وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجية تابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن الاتحاد الأوروبي يتابع تطورات الوضع في بغداد ويدعو إلى الهدوء وضبط النفس وأضاف البيان أن حرق المصحف أو غيره من الكتب المقدسة عمل استفزازي واضح وأن مظاهر العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب لا مكان له في أوروبا أعلنت السلطات سلطات الطيران السودانية تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني حتى العاشر من يوليو أمام الحركة الجوية باستثناء الرحلات ذات الأغراض الإنسانية وأغلق المجال الجوي في السودان أمام حركة الطائرات بعد اندلاع الأزمة بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف إبريل الماضي قال رئيس الوزراء الأسباني بادرو سانشاز أمام البرلمان الأوكراني في كييف إن أوكرانيا ستفوز في الحرب وأكد سانشاز مجددا على الالتزام الأوروبي بعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل كما أعلن سانشاز أن أسبانيا سترسل 55 مليون يورو أخرى كمساعدات لأوكرانيا وبدأ رئيس الوزراء الأسباني الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر زيارة خاطفة إلى كييف لتأكيد على دعم الكتلة الأوروبية لأوكرانيا أعرب دمتري ميدفيدف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي عن اعتقاده بأن النشر المحتمل لأسلحة نووية أمريكية في بولندا يهدد باستخدامها بشكل فعلي لاحقا وأضف ميدفيدف أن طبيعة القيادة الموجودة حاليا في بولندا وطلبها نشر أسلحة نووية على أراضيها يعني أمرا واحدا فقط وهو أنه سيتم استخدام هذه الأسلحة لاحقا لافتا إلى أن القرار في ذلك سيعود حينئذ للولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الداخلية الفرنسية إلقاء القبض على 1311 شخصا مع تواصل الاحتجاجات إسرامقت الفتى برصاص شرطي وأوضحت الداخلية الفرنسية أن هذا العدد أعلى بكثير من توقفات الليلة السابقة التي شملت 875 شخصا وشملت الاعتقالات عشرات الأشخاص في مدينة مارسيليا الجنوبية ثاني كبرى المدن الفرنسية وقالت الشرطة أن مثير الشغب في وسط مارسيليا نهب متجرا للأسلحة النهرية قالت وزارة الدفاع اليابانية أنها رسدت سفينتين البحرية للبحرية الروسية في المياه بالقرب من تايوان وجزيرة أوكيناوا اليابانية في الأيام الأربع الماضية وذلك في أعقاب إعلان مماثل من تايوان قبل أيام كانت وزارة الدفاع التايوانية قد رسدت فرقاتتين روسيتين قبالة ساحلها الشرقي وعرسلت طائرات وسفن للمراقبة وقالت الحكومة اليابانية الشهر الماضي أن تكرار النشاط العسكري الروسي بالقرب من الأراضي اليابانية بما يشمل التدريبات المشتركة مع القوات الصينية يمثل قلقا بالغا على الأمن القومي الياباني نهاية نشرة الثالثة من التلفزيون المصري دمتم في رعاية الله وأمنه اشتركوا في القناة